الرئيس السيسي يشيد بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر وفرنسا الرئيس السيسي يشيد بدور آلية النظراء الأفريقية في دعم تنمية والارتقاء بقيم الديمقراطية في القارة بوتين يتهم كييف بالتهرب من التزامات مينسك وأوكرانيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن السادس مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري فصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب برئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته مشيدا بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعداء ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصية وما قام به ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات من جانبه عبر الرئيس الفرنسي الأسبق عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين لقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر مشيرا إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الألية الأفريقية لمراجعة النظراء وذلك برئاسة البروفيسور أدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الألية وبحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للألية خلال اللقاء أشهد الرئيس السيسي بالدور الذي تقوم به الألية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الألية الأفريقية لمراجعة النظراء مؤكدا حرص مصر على دعم الألية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وفد الألية الأفريقية لمراجعة النظراء أشادوا بالخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة تغير المناخ وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خلوج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولية بكافة مكوناتها وخلال استقباله المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري رحب الرئيس السيسي بزيارة كيري إلى مصر وعقد الاجتماع الأول لمدموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ معربا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة تحضيرا للقمة العالمية كوب 27 المناخ والمقرر عقدها بشرم الشيخ من جانبه أكد كيري تقتل جانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز تعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهدت تباحثة حول مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وفيق نصر عضو البرلمان العالمي للبيئة دكتور وفيق بعد التحية وفيق نصير عفوا عضو البرلمان العالمي للبيئة دكتور وفيق بعد التحية كيف تقرأ زيارة كيري والتحضيرات وعقد الاجتماع الأول للتحضيرات الخاصة بقمة كوب 27 للتغير المناخي والمقرر عقدها بشرم الشيخ أهلا وسهلا بسيارتك وبالسادة المشاهدين طبعا اللقاء دوا بيعكس أهمية اهتمام أمريكا بمؤتمر المناخ المنعقد في مصر نأمل أنه يكلت بالنجاح إن شاء الله طبعا دور أمريكا هنا مش بس مساعدة مصر على التغلب على التغيرات المناخية من ناحية أمريكا لا كمان أمريكا هتلعب دور في أن هي توفق بين الدول الكبرى الأخرى الصين والهند ودول أوروبا في الوصول إلى اتفاق أولا هول اتفاق تاريخي إن شاء الله زي اللي حدث في 2015 في باريس والحاجة الثانية إن هي في صندوق المناخ تساعد الوصول إلى المبلغ المقرر اللي هو 100 مليار دولار ما كانش أكتر يعني سنويا اللي تفق عليه من 2015 برضو والغاية دلوقتي لسه ما وصلناش لهذا المبلغ الرئيس السيسي أكد أن مصر ستتبنى دكتور وفيق مقاربة شاملة ومحيدة خلال رئاستها لقمة المناخ تأخذ في الاعتبار مواقف كافة الأطراف الدولية كيف تقرأ المقاربة المصرية الخاصة بقمة المناخ المقبلة طبعا هو مصر حاليا هتلعب إن شاء الله دور قوي جدا للمنطقة كلها مش بس هنتكلم على المشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر اللي بتقوم بيها مصر لكن كمان مصر حتتكلم عن كل دول أفريقية وكمان الدول العربية في شرح الأثر السلبي لتغير المناخ على هذه الدول ومشاركة الدول الكبرى في التغلب على هذه الأثر وطبعا التقارب مع الشركات الكبرى المهتمة بالبيئة لاستثمارات في على أرض مصر إن شاء الله الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة شكرا جزيلا لك وفي إطار اهتمام مصر بملف تغير المناخ اتخذت الدولة خطوات سريعة وجادة لتحديد مساهمتها في ذلك الملف الهام الذي يهم العالم أجمع كما تلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي حيث كان لرئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفريقى ومجموعة المفاوضين الأفريقى دورا هاما في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهمتها في تغير المناخ وتابعت خطواتها بدمج بعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة ومع اتفاق باريس للمناخ وأهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ كما إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد أكبر من الوزرات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر كما تعمل الحكومة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل وتلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي فكان للئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور هام في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة واستمرار العمل على تنفيذها واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم وأطرحاتهم وبدعم من الأشقاء إلى فارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 خلال العام الجاري وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام وترى مصر أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر حددت أولويات استضافة مؤتمر كوب 27 المقرر لانعقاده نهاية العام الجاري جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كاري بمقر وزارة الخارجية أن مواجهة تغير البناخ هي أحد الأولويات المشتركة لكل من مصر الأولويات المتحدة خاصة مع استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ 27 للمؤتمر أطراف التفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الكوب 27 وخيادة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خلال الفترة القادمة كما أكد شكري أن مصر حريصة على تمكين شباب والمجتمع المدني العامل في مجال تغير المناخ كما لفت وزير الخارجية إلى تدشين مجموعة العمل المصري الأمريكي المشتركة لتغير المناخ كنت من جانبي على استمرار مصري في بزل كافة الجهود لرفع تموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات سواء فيه ما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حجد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها في إطار تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ أكدت كذلك خلال مباحثاتنا حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مواجهة تغير المناخ تأكيدا على الدول الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام من جانبه أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري أن مصر تلعب دورا جوهريا في مجال تغير المناخ ولفت كيري إلى أن بلاده تضع ثقتها في قيادة مصر لمؤتمر كوب 27 حول تغير المناخ نحن نفق بقيادة مصر لمؤتمر الإطراف فمصر اتخذت خطوات كثيرة بالفعل وهي تضع أهداف طموحة للغاية لكننا أعلن اليوم فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو العمل على الاجتماع الذي سيعقد في نوفمبر في شرم الشيخ هذا العام كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري بالقاهرة هذا وصدر عن المشاورات بيان مشترك أكد إدراك مصر والولايات المتحدة لخطورة الوضع الناتج عن تغير المناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعيدة تغير المناخ خاصة فيما تعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبدل الجهد لوقفها عند واحد ونصف درجة مئوية وأشدد البلدان على أهمية حجد تمويل المناخ من كافة المصادر على نحوين يحقق أهداف اتفاق باريس كما رحبت بزيادة العديد من الدول المتقدمة لتعهداتها وبخطة إتاحة تمويل المناخ لتحقيق هدف توفير 100 مليار دولار بما تتضمنه من جهود جماعية هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في مصر كرئيسة قادمة لكاف 27 وخلال زيارته للجامعة الأمريكية بالقاهرة أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري ضرورة العمل على الوفاء بالتزامات تقليص الانبعاثات الحرارية بأسرع وقت ممكن وقال كيري إنه إذا لم تتم موجهة تداعيات التغير المناخي فإن مدنا كاملة سوف تختفي في المستقبل لقد اكتمع ممثل الدول الذين اكتمعوا في غلاسجو اكتمعوا ولم يكونوا لي اكتمعوا لو لا رغبتهم في الحفاظ على كوكبهم وإدراكا منهم لهمية وإدراكا منهم لهمية الخفض درجة الإبعاثات الحرارية بنسبة أو بمقدار خمس درجات مئوية وإلا فإن هناك مدنا كبرى ستختفي وهذا لن يتحقق بالطبع إلا إذا وصلنا بالإنبعاثات بإنبعاثات الكربون إلى الإنبعاثات السفر وأكد كاري أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة تسبب في تداعيات سلبية ملموسة أهمها موجة الحرائق والفيضانات وضف كاري أنه ينبغي تحليب الصدق وتفير شفافية نقل المعلومات للحد من أثار تغير المناخية نعلم أننا خلال العشر سنوات الماضية كان شهدت درجة حرارة الأرض ارتفاعات كبيرة وكان في بعض الوصول بل وصل ارتفاع درجات حرارة الأرض في بعض البناطق إلى أقصر ارتفاع له يسلوه منذ عشر أو عشرين سنة ولهذا السبب يخامرنا قلق بالغ بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض وإنباء انبعاثات الكربون بالطبع لقد شهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال العام الماضي خلال العام الماضي كيف أن الارتفاع غير المزبوخ في درجات الحرارة أدى إلى أثار مقيمة بالبيع أدى إلى حرائق غابات أدى إلى فيضانات أدى إلى كذا وأدى إلى كذا علينا إذن أن نواجه هذه الأثار السلبية استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين وخلال اللقاء أكد عبدالرازق حرص مصر على تعزيز التعاون الوافيقي والمتميز مع مملكة البحرين على شتى الأصعدة لا سيما على المستوى البرلماني وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن العلاقات المصرية البحرينية تعتبر نموذجية مشيرا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة من جانبه ثمن رئيس مجلس الشورى البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها العمودة الأساسية للأمة العربية والإسلامية مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية عقدت بمقر رئاسة مجلس الوزراء اجتماعات الدورة الثلاثين لللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وذلك برئاسة رئيسي وزراء البلدين مصطفى مدبولي وبشر الخاصوينة وبحدوري وفدي البلدين وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المجال لا يزال واسعا لتعزيز التعاون مع الأردن لا سيما على الصعيد التجاري والاستثمارية مشيرا الأهمية تبادل قوائم السلع التصديرية وضمان توفقها مع المواصفات القياسية الجديدة للسلع التي تبنتها مصر وأكد مدبولي أن هناك توجهات رئاسية بتلبية أي مطالب أو احتياجات للجانب الأردنية بما في ذلك المطلب الخاص بتصدير بعض السلع التموينية قبل شهر رمضان المقبل من جانبها أعرب رئيس الوزراء الأردني عن تطلعه بأن تترجم المناقشات والاتفاقيات الموقعة إلى مشروعات ملموسة وفقا لإطار زمني واضح حتى تحقق أهدافها المرجوة اختتمت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الثلاثين والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاون وأصفرت الاجتماعات عن توقيع عدد من مذكرة التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون في عدة مجالات مختلفة بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية ومذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي بالإضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام 2022-2024 كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي وقعه من الجانب المصري رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ومن الجانب الأردني دكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة الدفعة 118 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة والتي تضم عدداً من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وخلال الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلبة الجدد كما هنأهم بنيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة وأوصى الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية واستعدادهم القتالي والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية وذلك بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحري الجوي الفرنسي رمسيس 2019 والذي يستمر لعدة أيام بمصر ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقطات والانشاط السواريخ وعناصر من القوات الخاصة بالبحرية المصرية بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة تراز F-16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة تراز رفال والميك 29 ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية شارلد جول والمجموعة القتالية المصاحبة لها ويتضمن تدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكل البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وأصق لمهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكل البلدين تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابية تخصص في النصب الإلكتروني على المواطنين والاستلاء على أموالهم من خلال تطبيق إلكتروني تحت اسم الرمال البيضاء بإلهائهم وإيهام ضحاياهم بالاشتراك في التطبيق مقابل الحصول على أرباح واستولوا من وراء ذلك على مئات الملايين من الجنيهات برغم تعقد وتنوع أساليب النصب على المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة إلا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لتلك الجرائم فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما تدولته وسائل إعلام محلية وأجنبية حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستلاء على أموالهم وتهري بها خارج البلاد من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء وتم الترويب له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين على الإنترنت على أرباح من التطبيق بعد سددهم مبلغ مالية تصل إلى 30 ألف جنيه وإيهامهم تحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سدده من خلال تكليفهم بمشاهدات فيديوهات واشتراك في قنوات وإعجاب منشورات ومتابعة أشخاص عبر فيسبوك ويوتيوب بعدها تم إغلاق التطبيق بعد الاستلاء من الضحايا على ملايين البلايهات وفي ضوء خطورة الواقعة لما تمثله من تعدي صارخ على أموال المواطنين وضعت الإدارة خطة محكمة لضبط القائمين على هذا التطبيق اعتمدت على استخدام التقنيات الحديثة وتتبع مسارات الأموال المحاولة ومناقشة المشتركين في التطبيق ونجحت وبالتنصيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بقفر الشيخ قام بحث المواطنين على الاشتراق مقابل حصوله على نسب مأوية من الأموال المحصلة وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدم الهواتف المحمولة المحول إليها قيمة اشتراقات مجن عليهم وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنصيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومدريات أمن القليوبية ونجحت في ضبط سلاسة متهمين واستمرت خطة البحث المعقدة وأمكن الوصول إلى مؤسس التطبيق المشار إليه وتمكنت من ضبطهم في أماكن متفرقة وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي وشراء حواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية ومكينة طباعة فواتير شرائية يستخدمها المتهمون لإهام شركات الدفع الإلكتروني بمشروعية الإداعات النقدية للمشتركين بالتطبيق ومكينة تصنيع أختام وأكل شهات ليصبح إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين سلاثة ملايين جنيها إضافة إلى ألفي دولار أمريكي كما تم التواصل إلى الأرصيدة البنكية الخاصة بهم بقيمة حوالي عشرين مليون جنيها وأصول عقارية بقيمة ستة ملايين جنيها وعملات افتراضية بيتكوين بقيمة حوالي مليونين وثمانمائة ألف جنيها وتتولى النيابة العامة التحقيقة وأكدت تلقى القضية مدى جاهزيات واحترافية الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الجرائم المستحدثة وضبط مرتكبيها مهما اتخذوا من إجراءات الحيطة والحضارة عبدالله بركات التلفزيون المصري وعودة للخبر الأبرز في هذه النشرة حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوسي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري كما استقبل الرئيس السيسي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جونكاري وفي اجتماع آخر استقبل الرئيس السيسي وفدا من الألية الأفريقية لمراجعة النظرة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد نيكولا ساركوسي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر مشيدا سيادته بالمساري الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به رئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات من جانبه عبر رئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى جانب السفير جوناثن كاون سفير الولايات المتحدة بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة معربا سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة وتحضيراً للقمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته خاصة ما يتعلق بخفض الإنبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحجد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية من جانبه أعرب السيد جون كاري عن سعادته بلقاء السيد الرئيس مجدداً مؤكداً ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب السيد الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الأخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيد الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي فضلاً عن المشاركة مؤخراً في مؤتمر محيط واحد في مدينة بريست الفرنسية ومن بعدها رئاسة سيادة للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية الأوروبية الأخيرة ببروكسل مؤكداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية خاصة الأفريقية فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهدت تبحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركزاً للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال وفي مقدمتها إنتاج الهايدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي خاصة وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخراً كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وذلك برئاسة البروفيسور أدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية وقد أشاد السيد الرئيس بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتصاقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية الفين وثلاثة وستين كما رحب السيد الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء مؤكداً سيادته حرصاً مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها والتعاون معها لتعزيز عملها والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان خاصة في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس سي وكذلك مبادرة حياة كريمة إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع منح الحياة للمواطنين فضلا عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أعرب عن تشرفهم لمقابلة السيد الرئيس مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري فضلا عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صور إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصرا ضروريا لبناء دولة وطنية قوية تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بادرسون وذلك في إطار التنصيق وتشاور الدوري حيال المستجدات على الساحة السورية وخلال الاتصال أكد شكري حرص مصر البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري مشددا على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني مشيرا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية من جانبه أطلع بادرسون شكري على التحركات والاتصالات الجارية سعيا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية معربا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية إلى الأزمة الأوكرانية والبداية من كييفا حيث أعلنت طلبها اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية يأتي هذا الاجتماع بينما تتواصل المساعي والجهود الدولية لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا وحل الأزمة دبلوماسيا أكد رئيس روسي فلاديمير بوتين أن بلاده تبدل جهودا لحل الأزمة مع أوكرانيا دبلوماسيا مشددا على أن استغلال الأزمة من قبل دول الغرب يمثل تصعيدا خطيرا جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مع مجلس الأمن الفيدرالي الروسي حيث أكد بوتين أن محاولة استرجاع شبه جزيرة القرم تمثل تهديدا مباشرا لبلاده مشددا على تمسكه بالحصول على ضمانات أمنية مكتوبة وموفقة دولية روسيا منذ البداية قامت بكل ما في وسعها لحل هذه الأزمة بشكل سلمي هذا الخلاف بشكل سلمي ورغم ذلك فإن السلطات في كياب اتخذت مرتين قرارا بشن عمليات عقابية عسكرية ضد هاتين الجمهوريتين ونحن نرى الآن احتدام هذا الوضع أود أن أؤكد أنه خلال هذه السنوات الناس الذين يعيشون على تلك الأراضي كانوا قد استهزأوا بهم خلال المحادثات ظهرت التسوية السلمية وكما تتذكرون كنا قد التقينا في منسك ولكن الأحداث التالية تظهر بأن السلطات اليوم في كياب لا تنوي تنفيذ تلك الاتفاقيات وأكثر من مرة يعلنون عن ذلك على المستوى العالي وعلى مستوى وزير الخارجية والأمانة العامة لمجلس الأمن أود أن أشير هنا إلى أن هذه المسألة بلا شك نعم هذه المشاكل مختلفة ولكنها مرتبطة تماما بالقضايا الدولية المتعلقة بالقارة الأوروبية وبالأمن الدولي فاستخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع دولتنا يمثل لنا تهديدا كبيرا أفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفن أن المعلومات الاستخبارية الأمريكية تشير إلى أن أي تدخل روسي في أوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف صحق المدنيين على حد تعبيره وفي هذا السياق إشاد دا سوليفن على أن تدخل روسي سيتمثل بعملية عنيفة للغاية ضد الشعب الأوكراني لقمعه وإدائه أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أكد أن الاتحاد يبدل كل جهوده لمنع نشوب حرب وحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا أضاف بوريل خلال اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أكمل العمل على حزمة العقوبات ضد روسيا لافتا إلى أنه في حال تطورات الأوضاع سيتم عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاتحاد للإعلان عنها السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق استمر عامين بسبب كورونا تبدأ الحكومة النمساوية غدا الثلاثاء تطبيق لائحة جديدة لدخول البلاد في ظل استمرار بعض القيود المتعلقة بمكافحة كورونا وذكرت إدارة الأزمات ومكافحة الوباء في الحكومة النمساوية أنه لن يتم تقليص مدة صلاحية التطعيمات وفترات النقاها على عكس ما تم الإعلان عنه مسبقا وأشارت الحكومة النمساوية إلى أنه سوف يتم تقليص الفترة الزمنية فقط بين التطعيمين الثاني والثالث من 120 يوما إلى 90 يوما لافتة إلى أن فترة صلاحية التطعيم سوف تظل 270 يوما بعد التطعيمين الثاني أو الثالث وكذلك التطعيمات ذات الجرعة الواحدة يعلن رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون اليوم خوطة لإلغاء قيود فيروس كورونا في إطار استراتيجية التعايش التي تهدف إلى تحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وبموجب هذه الخطط ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للمصابين بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية أعادت أستراليا فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين ضد فيروس كورونا وذلك بعد حوالي عامين على فرض بعض من أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي البارس ومن المتوقع أن تحط 56 رحلة جوية دولية فقط في أستراليا خلال 24 ساعة من رفع القيود وهو عدد قليل بالمقارنة مع رحلات ما قبل الوباء كانت السلطات الأسترالية أغلقت حدودها في مارس 2020 في محاولة للاستفادة من عزلتها لحماية نفسها من الوباء ترجمة نانسي قنقر استمرت قوات الإطفاء في الأرجنتين في مكافحة الحرائق المدمرة في مقاطعة كورانتس الشمالية الشرقية وفق تقرير صادر عن المعهد الوطني لتكنولوجيا الزراعية فإن الحرائق التهمت نحو 800 ألف هكتار من الأراضي أو ما يقارب 10% من الأراضي في المنطقة وتهدد الحرائق الحياة البرية في حديقة إبييرا الوطنية وهي أكبر الأراضي الرطبة في البلاد وأحد أكبر النظم البيئية في الأرجنتين ارتفع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 165 وفق ما أعلنت السلطات وواصل عناصر الإنقاذ والسكان الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين الحفرة في جبال من الطين والأنقاذ في جنوب شرق المدينة التي خلفت فيها الكارثة مشاهد حرب وفق وصف الرئيس جاير بولسونارو وفي الأشهر الثلاثة الماضية لقي أكثر من 200 شخص حتفهم في عواصف شديدة يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية كوريا الشمالية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واختيار طريق الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار في شبه الجذيرة الكورية وأكد المتحدث باسم الوزارة لي جونغو أن الحكومة تراقب عن كاتب تحركات كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات وكانت كوريا الشمالية قد صعدت مؤخراً الموقف بسلسلة من التجارب الصاروخية كما ألمحت إلى إمكانية الرجوع عن تعهدها المستمر منذ ثانوات بوقف التجارب النووية والصواريخ طويلة المدى وسط تأزم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهام السلطات الأسترالية للجيش الصينية بتوجيه سلاح ليزر ضد طائرة عسكرية تابعة لها بأنه كاذب كانت وزارة الدفاع الأسترالية أعلنت في وقت سابق أن سفنتين تابعتين للبحرية الصينية قامت إحداهما أثناء بحارهما قبلة السحل اجتمالي لأستراليا بتوجيه أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع أسترالية ووصفت ذلك بأنه كان يمكن أن يعرض أرواحا للخطر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية والمقرر إطلاقها قريبا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنصيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية مؤكدا أهمية التنصيق بين المهام الموكلة إلى الوزرات المعنية تحقيقا لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك نظرا لدورها في الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبما يضمن استدامة عملية التنمية في مختلف القطاعات وخلال الاجتماع قدمت وزيرة التخطيط عرضا مفصلا للصورة النهائية لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية وما تتضمنه من محاورة وبرامج تسهم في ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بنقل تبعية عدد من المنشآت بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وطبقا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها وذلك وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كما نص القرار على أن يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخية مولين إشمي بيانيف والوافد المرافق له لمناقشة سبل تعزيز تعاون العالمي وتقفية وتدريب الأئمة ومكافحة التطرف وخلال اللقاء أكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لدعم كازاخستان بما تحتاجه من طاقات وإمدادات ورفع أعداد الطلاب الكازاخيين الوافدين للدراسة بمعاهده وجامعاته لما لهذا البلد من أهمية كبرى من جانبه سلم رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي دعوة رسمية من الرئيس الكازاخي لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان وافتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان حول دور قيادة الأديان في فترة ما بعد الجائحة والذي سوف يعقد في ديسمبر من العام الحالي كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي أن بلاده بحاجة مسى للأزهر ودعم علمائه مضيفا أن كازاخستان جادة في تبني مبادرات للنشر وترويج وثيقة الإخوة الإنسانية استقبل وزير الأوقاف محمد بختار جمعة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي بديوان عام وزارة الأوقاف وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وبخاصة فيما يتصل بدور الفكر الديني في مجال الثقافة وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن العمل على استعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية أمر لا بديل عنه مضيفا أن الجماعات المتطرفة لا تعمل إلا في غياب الفكر الوسطي الصحيح وغياب العلماء الحقيقيين والفهم الصحيح للدين من جانبه وجه رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي شكرا لوزارة الأوقاف لدورها البارز في أحياء ونشر الفكر الوسطي والفهم الصحيح للدين بدولة كازاخستان شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها وعمل حملات النظافة والتعقيم وأوضحت وزارة الأوقاف أن مدة صلاة القيام ستكون في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة وفقا للإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعية أضفت الوزارة أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد وأشارت الوزارة أيضا إلى استمرار السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول بها الآن مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك؟ والآن موعد وقفتنا مع أخبار الاقتصاد في نشرة الثالثة يقدم أهم أنباء المال والأعمال ياسر عبدالسطر تفضل ياسر شكرا لك إيمان شكرا لك محمد وأهلنا بحضراتكم إلى هذه المجموعة من الأخبار الاقتصادية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تصلت الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر مؤردية الغاز المسال للأسواق الكبرى المشتهلكة للغاز وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الرابع عشر عالمياً والخامس إقليبياً والثاني أفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020 بحجم إنتاج سنوية بلغ 58.5 مليار متر مكعب وأضف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها حيث وصل حجم الإنتاج عام 2020 2021 إلى 66 واثنين من عشر مليار متر مكعب شاركت مصر في فعالية المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022 والذي تستديفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 إلى 23 من فبراير 2022 وخلال جلسات المؤتمر أكد وزير البترول طارق المولة أن مصر تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 وأشر الوزير إلى أن مصر تعتمد حاليا على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة وأنه يجرى حاليا إنشاء بحطة للطاقة النووية وعلى هامش فعاليات المؤتمر عقد وزير البترول البترول طارق المولة عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين بالمؤتمر والتقى الوزير مع وزراء الطاقة في السعودية والإمارات والبحرين وكذلك رئيس شركة أرامكو السعودية للنفطة حيث تم بحث العلاقات الثنائية في مجالات البترول والغاز اختتمت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي نظمته جامعة الجلالة وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهمة المتعلقة بصناعة النقل البحري وتطويرها باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية فرصة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول شرق أفريقيا وحوض البحر الأحمر جاءت خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة والذي اختتمت فعالياته بعد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بصناعة النقل البحري وتطويرها باعتبارها أحد ركائز التنمية الاقتصادية أهمية هذا المؤتمر هو بيبين أهمية الجامعات الأهلية وإنشاء هذه الجامعات الأهلية وإن هذه الجامعات لم تنشأ فقط لإعطاء الشهادات ولكن ربط هذه الجامعات بالمجتمع وتأثيرها على خدمة المجتمع وعلى العلاقات الدولية لجمهورية مصر العربية هذا المؤتمر كان أهميته أن احنا بنبين إذن جامعة الجلالة بتشارك في الصورة اللي بتحصل في مصر الصورة الصناعية اللي بتحصل والصورة عامة اللي بتحصل في مصر في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية خاصة في حتة النقل البحري واللوجستيات النقل البحري هو صناعة عالمية صناعة كبيرة جدا أحد أهم عناصر هذه الصناعة هو الأنصر البشري وده اللي الأكاديمية قامت من أجله لخدمة الوطن العربي الأكاديمية الحمد لله يعني أعتقد فيها أحدث المحاكيات أحدث المعامل فيها مجموعة قوية جدا من أعضاء التدريس اللي هم تلقوا العلم على مدار سنوات طويلة في أرقى جماعات العالم ختام المؤتمر تناول دور المؤسسات التعليمية في تأهيل الكوادر للنقل البحري وسلاسل الإمداد واللوجستيات في البحر الأحمر ودور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير النقل البحري بالإضافة لتبادل النقاشات حول أفكار تسويقية مبتكرة لتطوير النقل البحري تحدثنا أيضا في محور هام عن التجارة الإلكترونية وكيف يمكن التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية معا التوسع في هذا النوع من أنواع الاقتصاد الجديد الاقتصاد الرقمي وكيف يمكن أن يخلق المزيدا من فرص العمل وكيف يمكن أن يكون عنصرا جاذبا للصمار أجنبي تحدثنا أيضا عن الخدمات المقدمة في بعض المواني الميناء الجاف هو محطة الرسول النهائية يعني حضرتك كمستورد أو مصدر بتستورد البضاعة بتنزل في الميناء البحري بتاخد من 6 إلى 8 ساعة فقط وتتحرك من داخل بالقطار بالسكة الحديد إلى داخل الميناء الجاف يتعمل عليها كل الإجراءات طيب أحنا كده فضينا الميناء البحري زدنا من حركة الدداول لغاية ما نوصل إن شاء الله لزمن تأخير زيرو تأخير للسفن التجارية فده في النهاية بيخدم حرقة النقل البحري وزيادة التداول والتجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية الاستفادة من مساهمة المؤسسات التعليمية أهم توصيات هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بحضور عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المطلة على ساحل البحر الأحمر ويأتي بالتزامن مع خطة الدولة في تطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والموانئ البحرية بإنشاء أرصفة جديدة في هذه الموانئ لمواكبة زيادة حجم التبادل التجارية محمود جميل التلفزيون المصري أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي المؤشرات تمت فوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب وارتفع رأس المال السوقية أربعة واثنين من عشر مليار جنيه ليغلاق عند مستوى سبعمائة وعشرين مليار وسبعمائة واثنين وتسعين مليون وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس تلاتين بنسبة واحد وخمستاشر من مئة في المئة ليغلاق عند مستوى أخذ عشر ألف وخمسمائة وواحد نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتاصطة اي جي اكس سبعين متساوي الأوزان بنسبة خمسة وثلاثين من مئة في المئة ليغلاق عند مستوى ألف وتسعمائة وستين نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس مئة متساوي الأوزان بنسبة نصف في المئة ليغلاق عند مستوى الفين تسعمائة ست وخمسين نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي خمستاشر وستة وستين من مئة جنيه للشراء وخمستاشر وخمسة وسبعين من مئة للبيع أما اليورو فسجل 17 جنيه و 75 من 100 للشراء و 17 جنيه و 86 من 100 للبيع في حين وصل سعر الاستيرليني إلى 21 جنيه و 31 من 100 للشراء و 21 جنيه و 45 من 100 للبيع أما عن العملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي أربعة جنيهات و 26 من 100 جنيه للشراء أما للبيع فسجل أربعة جنيهات و 29 من 100 للبيع أما سعر الريال السعودي فأربعة كنيهات وسبعة عشر قرش للشراء وأربعة كنيهات وعشرين قرش للبيع ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتفية تأثر الأسواق العالمية التي ارتفعت بدعم مؤشرات إيجابية إذ يأمل المستثمرون في حال الأزمة الأوكرانية بعد أنباء عن أن القادة الأمريكيين والروس اتفقوا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن هذه المسألة وصعد المؤشر ستوكس الابتماع الأوروبي ستة من عشر بالمئة متتبعا زيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق حيث احتلت أسهم شركات السيارات الأوروبية الصدارة إذ ارتفعت بنسبة واحد وثلاثة من عشر بالمئة قدمنا لحضراتكم طائفة من الأنباء الاقتصادية والآن عودة مرة أخرى إلى الزميلين محمد عبدو وإيمان منصور شكرا جزيلا لك يا ياسر تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل المنتصر بالله الذي ولد في الحادي والعشرين من فبراير لعام 1950 قدم الفنان الراحل خلال مسيرته الحافلة أكثر من 170 عملا فنيا نهاية السادسة وهذا تذكير بأبرز عنوينها الرئيس السيسي يشيد بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر وفرنسا الرئيس السيسي يشيد بدور آلية المظراء الإفريقية في دعم التنمية والارتقاء بقيم الديمقراطية في القارة بوتين يتهم كيف بتهرب من التلزمات مانسك وأوكرانيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمنة ختم النشرة السادسة تتكون من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر